من إسطنبول رئيس دائرة الإعلام في الاعتلاف الوطني السوري سيد أحمد رمضان سيد أحمد أهلا بك معنا في السيديو الحدث حقيقة يعني الأمر داخل في بعضه ماذا يريد ديمستورا؟ هل يريد جينيف؟ هل يريد تطوير اتفاق أستانا للتوصل إلى اتفاق ربما شامل من مناطق خفض التوتر؟ يعني لو تضعنا في صورة ما يحدث وفي رؤيتك أنت أيضا مساء الخير سيد محمود لك ولي سيد المشاهدين أعتقد أن ديمستورا فعلا في حيرة من أمري له يستطيع أن يفهم ماذا يريد الأمريكيون وله قادر على تحمل ما الذي يريده أيضا الروس من جهة أخرى ديمستورا هو مبعوث خاص للأمين العام وبالتالي لديه مرجعية هي الأمم المتحدة ويستند إلى القرارات الدولية الواضحة فيما يتعلق بالوضع في سوريا لكن هناك أجندة مختلفة الآن في موسكو يحاول أن يفهمها جيدا المبعوث الخاص الروسي أعتقدون أنهم من ناحية العسكرية معنى أن مسألة أستانا هي خارجة عن نطاق صلاحيات ديمستورا باعتبار أن أستانا لم تأتي من ضمن قرارات صادرة من الأمم المتحدة هذا صحيح أستانا هي اتفاق جرى روسي مع دول إقليمية أخرى وبالتالي صدر بعد ذلك القرار 2336 الذي أحيط علما بوثائق أستانا ولكنه لم يمنح الشرعية الكافية لهذا الاجتماع أو مخرجاته لكن بقيت مسألة خفض التصعيد تلقى ترحيبا من الدول لأنها تمثل تطبيقا جزئية للقرار 2254 لكن هنا دعني أضع النقاط على الحروب فيما يتعلق بالأجندة الروسية أو الخطة الروسية المستقبلية في التعامل أولا هم لديهم مسألة خفض التصعيد هم يعتبرون أنهم أنجزوا هذه النقطة حتى الآن وبالتالي يجب أن يتجهوا إلى التسوية السياسية هم لا يستخدمون تعبير العملية السياسية أو المفاوضات ولا يتحدثون عن جنيب لاحظنا البيان الأخير عن أستانا 6 تجاهل تقريبا بنسبة كبيرة الحديث عن القرارات الدولية ولم يذكرها إلا من نوع الملامسة الطفيفة وبالتالي هم يتحدثون عن تسوية وفق الأجندة الروسية ربما تكون موضوعية بمعنى آخر تحويل وقف إطلاق النار إلى تسويات سياسية مناطقية ينتج عنها بعد ذلك تشكيل لطبيعة الوضع السياسي وما هو المانع بالنسبة لكم أنتم في المعارضة وبالنسبة للأطراف الأخرى ما هو المانع أن تحول أستانا إلى اتفاق سياسي إذا كانت فعلا ستنهي الأزمة فعليا أستانا لات بعيدة كل البعد عن جنيف بعيدة كل البعد عن تطبيق القرارات الدولية المشروع الروسي يقوم على تحويل مناطق خفض التصعيد من خلال التعامل مع مجالس محلية يمكن إفرازها من تلك المناطق تحويله إلى حوار سياسي برعاية روسية يجري هذا الموضوع تقريبا في منتصف نوفمبر القادم في حميميم الروسية هيأول لدعوة عدد من الذين يتبعونهم في داخل سوريا إلى حميميم لتشكيل منصة سياسية هناك ودفع بعد ذلك باتجاه تسوية سياسية من منظورهم في حال لم يتم التحرك في جنيف في الأسبوع الأول من نوفمبر كما هو متوقع وبالتالي عدم تحويل جانب الأمريكي الآن لجنيف بسبب عدم وجود مخرجات متوقعة قد يتفعل السهر الثاني نعم هم يحاولون الآن عملية تطويق جنيف وتطويق القرارات التي صدرت عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لأنهم يعتبرون أن مسألة تشكيل هيئة حاكمة انتقالية أو الانتقال السياسي بمعنى آخر التغيير في طبيعة النظام هذه بالنسبة لهم ليست مطروحة الأجندة الروسية بوضوح تقوم على إعادة إنتاج النظام داخل الحضن الروسي أو تحت المظلة الروسية إلى هذا الحد يمكن أن يذهبوا فقط خارج هذا الإطار لن يذهب الروس وبالتالي هم سيستمرون في تطويق القرارات الدولية والالتفاف عليها باستخدام القوة التي يتحركون من خلالها داخل سوريا سيد أحمد ذكرت حميميم وما يرتب أن يعقد في حميميم من مؤتمر للمصالحة الوطنية ومؤتمر جامع مزيد من التفاصيل عن هذا المؤتمر ومن سيشارك فيه وشخصيات أيضا التي تشارك وماذا سيبحث أيضا الجانب الروسي الآن بعد أن أدرك أن استخدامه لمنصات أخرى لم يعد مجديا وأن هناك وقائع فرضها يعتبرها مختلفة على الأرض بدأ الآن بالتجهيز لتشكيل منصة سياسية داخل سوريا ستكون في المرحلة الأولى في حميميم في الشهر القادم هناك تحرك على مستوى مئات الأشخاص خاصة ممثلي مجالس محلية أو شخصيات جرى الاتصال بهم من قبل رؤوس هناك أيضا مع يعني أنا سألت المعارضة التقليدية ستكون من ضمن المشاركين لا بكل تأكيد يعني ليس هناك وجود لقوى المعارضة الفعلية ضد النظام لن تكون موجودة الذين موجودون سيكونون في هذا المكان هم الذين يتعاملون مع الروس وأيضا مع النظام بشكل أو آخر بمعنى إصطناع معارضة الخطوة التالية يريدون أن يذهبوا إلى دمشق ويحولوا هذه المنصة إلى دمشق ويضعوا أيضا نوع من أمر الواقع أمام المجتمع الدولي بأن الموضوع الآن نعتبره منتهن من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية بمعنى آخر عدم تعامل الآن الجانب الأمريكي وأيضا الدول الصديقة بجدية كبيرة مع التغول الروسي أكثر فأكثر في القضية السورية ربما يدفع الروس لخطوات إضافية في المرحلة القريبة القادمة شكرك جزيلا رئيس دائرة الإعلام في الاتلاف الوطني السوري السيد أحمد رمضان شكرا جزيلا